اشتركوا في القناة بنا هذه المسؤولية وان شاء الله فاننا سننشئ قرن تركيا معا وتزهر ويزهر هذا القرن بنا هي لحظة فارقة بالفعل في تاريخ السياسة التركية الحديثة والتي دوما ما يحمل رجب طيب اردوغان في جعبته لها استرجاعا للتاريخ وربط حاضره بماضيه في انتصار سياسي يتزامن مع فتح القسطنطينية والذي غير وجه التاريخ ليرسل اردوغان رسائل خارجية للعالم ويؤكد فشل حملة التشويه الاعلامية الغربية التي تعرض لها قبيل الانتخابات الرئاسية خطاب النصر كان حافلا كما النصر نفسه باكثر من ثمانية عشر ملفا ساخنا يبدأ بمعالجة الاقتصاد واسعار الفائدة ولا ينتهي بمساندة وحل ازمة متضرر الزلزال الذين عانوا على حد سوء كما اللاجئونة من خطاب الكراهية المتصاعد والذي استخدمته المعارضة ضدهم اثنتان وخمسون ولاية صوتت لاردوغان مقابل تسع وعشرين لكليجدار اوغلو تكشف حجم المنافسة السياسية التي كانت محتدمة في تركيا لكن اردوغان اراد خاتمة مختلفة لها هذه المرة في رمزية خطاب النصر الذي القاه في المجمع الرئاسي الجديد في انقرة ليرسل رسائل تطمين للأتراك جميعا بان القادم افضل وان تعظمت التحديات للوصول الى الهدف في قرن تركيا الجديد ترجمة نانسي قنقر